بسم الله الرحمن الرحيم متابعي القناة أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم إلى هذا الفيديو الجديد دائماً إخواني في هذا الفيديو سوف نتحدث عن سيغة عدل ثلاثة والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية من ولاية الجفة أين أعلن عن إطلاق هذه السيغة بداية من سنة 2024 ولكن الجميع يتحدث عن الجديد في هذه السيغة فبعدها الزيارة التي قام بها وزير السكن والعمرة طارق بالعريبي إلى ولاية بشار أين تطرق بالحديث عن هذه السيغة وأعطى بعض المستجدات حول هذه السيغة ونحن في هذا الفيديو سوف نتحدث عن أهم الجديد في سيغة عدل ثلاثة التي سيتم إطلاقها في سنة 2024 كما هو مقرر له أولاً نتحدث عن الموعد الحقيقي لإطلاق السيغة حيث أكد الوزير على أن سيغة عدل ثلاثة يتم إطلاقها سيكون السوداسي الأول لسنة 2024 بمعنى أنه سيتم إطلاقها من جنب إلى غاية جوة في هذه الفترة سيتم إطلاق هذه السيغة قبل دخول السوداسي الثاني هذا ما أكده وزير السكن والعمرة طارق بالعريبي وأكد الوزير إلى أن هناك عملية تجري الآن فيما يخص الموقع الذي سيتم إفتتاح حولية العملية أو الأرضية التي سيتم التسجيل فيها حيث أكد الوزير إلى أن هذه المرة سيتم اعتماد نظام صفر ورقة ماذا يعني بنظام صفر ورقة؟ بأن عملية التسجيل لن تعتمد على أي وثيقة يتم دفعها في البداية حيث أكد الوزير على أن حالياً يتم إعادة تهيئة الأرضية الخاصة بإعدل ثلاثة حيث سيكون هناك موقع مخصص لهذه العملية هذا الموقع سيتم ربطه بعديد الإدارات العمومية على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء ولغير الأجراء كذلك سيربط بنظام البطاقية الخاص ببطاقة التعريف الوطني بمعنى أن العملية ستكون إلكترونية مئة بالمئة إذن من هذا المنظر الآن نوضح لجميع أن وزير السكن وأبو عمران أكد على أن عملية التسجيل ستكون بطريقة إلكترونية مئة بالمئة وبدون صفر ورقة هذا ما يعني أنه علينا الآن الاعتماد على ورقة ضمان الاجتماعي أو رقم ضمان الاجتماعي وكذلك رقم بطاقة التعريف الوطني وتأتي هذه العملية في إطار ضبط كل الأمور خاصة باغتماد رقم الضمان الاجتماعي أي ناس سيتم معرفة مدخول الشخص الذي سجل في هذا الموقع هل يتناسب مع وكالة عدل أم لا يتناسب كذلك الرقم الوطني حيث سيتم معرفة موقع وعنوان الشخص بدون طلب بطاقة الإقامة أو ما شبه ذلك بمعنى كل هذه الأمور سوف تعطينا نظرة جديدة عن عملية التسجيل التي ستكون في سنة 2024 أو كما قال الوزير في السوداسي الأول من سنة 2024 إذن هنا ستكون عملية خاصة أولاً يجب توفير رقم الضمان الاجتماعي ليستطيع الشخص الوروج إلى الأرضية الرقمية وكذلك رقم التعريف الوطني كل هذه الأمور ستكون عبارة عن شبكة وطنية سوف ترتبط ببعضها ويتم معرفة كل الأمور عن هذا الشخص وهذا في إطار عملية العصرنا والرقمنا التي تقوم بها الدولة الجزائرية لكافة هيئتها العمومية حتى يكون كل شيء مسجل في بطاقة التعريف الوطني وهنا نعرف أن عملية تزوير الإقامات أو تزوير شهادات العمل لن يكون في هذه المرة لأنه سيتم الاعتماد على نظام البطاقية الوطنية بمعنى أن بطاقة التعريف الوطني سيكون فيها كل المعطيات الخاصة بهذا الشخص ولا يمكنه تزوير أي وثيقة وهذا من الأشياء الإيجابية التي سنشهدها في هذه العملية وإذا عدنا إلى ثمن سكنات عدل ثلاثة فقد أكد وزير السكن والعمران طارق بالأريبي من ولاية بشار على أن سعر سكنات عدل سيختلف عن سعر سكنات عدل واحد واثنين وأن سكنات عدل ثلاثة ستكون مرتفعة مقارنة بسكنات عدل واحد واثنين وهذا يرجي حسب الوزير إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية إذن من هنا نعرف أن أسعار سكنات عدل ثلاثة لن تكون مطابقة لأسعار سكنات عدل واحد واثنين وهذا من أشياء السلبية التي ستضر نوعاً مع المواطن لأن عملية دفع الأقصاد سوف ترتفع مقارنة بالسياغ السابقة لأنه من المرجح أن لا تقل عملية دفع القسط الأول عن 25% وهذا سيكلف الكثير بالنسبة للمكتبين لهذا نتمنى من الدولة الجزائرية أن تراعي كافة شرائح المجتمع خاصة في عملية دفع الأقصاد لأنها مكلفة ومكلفة كثيراً إذن الشيء الذي سنؤكده هو ارتفاع أسعار سكنات عدل ثلاثة مقارنة بسكنات عدل اثنين ولكن الشيء الإيجابي هنا أنها حملية بناء السكنات لن يكون طويل مثل عدل واحد وعادل اثنين بعد الخبرة التي اكتسبتها الشركة في عدل واحد وعادل اثنين من المرجح أن تنطلق عملية اختيار الأراضي أين سيتم إنشاء هذه التجمعات السكنية سيكون في إطار عملية الاكتتاب بمعنى في السوداسي الأول من سنة 2024 وفي ذلك الإطار يكون المكتتبون قيد عملية الاكتتاب بمعنى أن العملية لن تكون مثل السابقة بحكم الخبرة التي تم اكتسابها ولن يكون هناك تأخرات فقط سيكون الاعتماد على مدى قدرة الفرد أي حسب دخلي الفردي على تسديد الدفوعات وخاصة تسديد الدفوعات الشهرية لأنه باحتساب نظام الرقمنة المخصص في الضمان الاجتماعي سيكون من مقدور الدولة معرفة راتب كل شخص هو وزوجته أو شخص وحده وكذلك سيكون هناك إطار قانوني لعملية كيفية تسديد الأقصاد وكذلك التأجير الشهري إذن يمكن القول أن وزارة السكن والعمران قامت بتحديد كل الخطوات المناسبة واللازمة في عملية التسجيل هذه المرة والاكتتاب في عدل ثلاثة في سنة 2024 حتى لا تقع في نفس الأخطاء التي وقعت في عدل إثنان وعدل واحد أين نحن في سنة 2000 ونهاية سنة 2023 ولم يتم لحد الساعة الانتهاء من هذه السيرة المهم الشيء الإيجابي هو أن الدولة الجزائرية لأول مرة ستعتمد على التسجيل الإلكتروني بصفر ورقة في عملية الاستفادة من السكن وهذا من الأشياء الإيجابية لأنه سيكون هناك معرفة المستفيد من السكن معرفة هل زوجته مستفيدة أم ليست مستفيدة هل راتبه الشهري يكفيه أم لا يكفيه هل مجموعة راتبه الشهري هو وزوجته يخول له التسجيل في عدل ثلاثة أم له الحق في التسجيل في البي بي لو نجمع أجريهما سيفوق الـ 11 مليون سنتيم أو 12 مليون سنتيم وهؤلاء لن يكون لهم الحق في التسجيل في عدل ثلاثة بل يمكنهم الذهاب إلى السياغة الأخرى كسياغة الـ LPP أو الـ LPL إذن الدولة الجزائرية ستكون هذه المرة بالمرصاد لكافة الذين يقوموا بتزوير شهادات الإقامة أو شهادات العمل يعني ستكون هناك خاصية هامة وهامة جدا وهي معرفة كل معطيات شخص بفضل الرقم الوطني التعريفي الموجود في بطاقة التعريف الوطني وبفضل رقم الضمان الاجتماعي هذا هو الجديد الذي أردت أن أقدمه لكم في هذا الفيديو عن الاكتتاب في عدل الثلاثة والذي سيكون بصفر ورقة حسب ما أكده وزير السكن والعمران طارق بالأري في الأخير إخواني إذا لتكون مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وهذا ليسلك كل ما هو جديد إلى اللقاء